اهلا بكم متابعين الى ابرز الاخبار في دقيقة وزير الخارجي الامريكي ريكس تيلرسون يصل الى بغداد للقاء العباد ومعصوم مقتل اربعة جنود يمنيين وخمسة انتحاريين في هجوم لتنظيم القاعدة في ابيان اليمنية ثلاث انتحاريات ينفذن هجوما يسفر عن اربعة عشر قتيلا في ميدوغوري في نيجيريا خمسة قتل جراء اعصار ضرب اليابان يوم الانتخابات التشريعية تقرير لليونسيف يقول ان اكثر من الف ومائة طفل يعانون من سوء تغذية في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق الدول المانحة في جينيفا تعيد بتقديم ثلاثمائة واربعين مليون دولار لدعم مسلمين روهينجا والاتحاد الاوروبي يقدم مائة وستة ملايين يورو مساعدات انسانية للسودان الرمك السعودية تؤكد ان عملية طرح اسهمها ستتم في النصف الثاني من الفين وثمانية عشر وباحثون بريطانيون يطورون دواء يغالج السكر والسمنة معا